اهلا بكم حبيبي في قناتي على اليوتيوب منظفات اقتصادية مع حناي والرأي النهاردة حبيبي انامل مع بعض اكوى صبون سائل من 20 لامون لو عندك نص كيلو اشر لامون بنسلقه كويس لحد ما يتهري والمية بتاعته انامل بها احلى صبون سائل سيكون متعدد الاستخدام ما تقدر ان انت تلاوليه اي لون انت عايزه انا سبته باللون بتاعه الطبيعي وده كده حبيبي الرغوة بتاعته صبون قوي جدا لفئ الزالة اصعب الدول من مواعين وينفع كمان لغسير البلابس تابوا لحبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اخوتي وحبيبي في الليه اه معكم حناي ورائي تعالوا بينا حبيبي نبدأ الفيديو بالصلاة على رسول الله عليها فضل الصلاة والسلام ونشوف عليها بالصابون السائل النهاردة ازاي انا كان عندي كمية من 20 لامون انا كنت احطاه في كيس في الفريزر يعني الكمية دي تعمل لها حوالي نص كيلو من 20 لامون فانا طلعته قطعته كده قطع زغيرة كده بالسكينة طلعته من الفريزر وهو متجمد وبعد كده قطعته على القطاعة كده هوت بالسكينة كتعة صغيرة حطيته في الحلة وحطيت معاه رتل ونص كده من المياه وسلقته ولحد ما قشر اللمون اتهار تماماً والخطوة دي جاهزتها يعني يقيم بالليه دوقتي بقى ايه القشر اللمون بارد معايا تماماً وبضربه في الخلط لحد ما يبقى ناعم تماماً بعد كده هنبدأ نجيب علبة والمصفة وحبدأ اللي انا اصفيه عشان اتخلص من بواقي قشر اللمون الزيادة لان دي ما ينفعش اللي انا اسبها في الصبون بعد لو انا اسبتها هتخلي الصبون يعمل ريحة مش حلوة بعد كده والصبون يعني يبوز معاكي فانت لو عملت الخطوة ديت وصفتي فالصبون عمره ميبوز معاكي وحيفضل معاكي ريحته كويسة ومش يعني الصبون مش هيتغير معاكي ولا يعمل ريحة وحشة ولا اي حواة خالص فانا بدوقتي بقى ايه هكمل كده حطيت بقية القشر اللمون البسلوق مع المياه بتاعته في الشفشة برضو ومضرب برضو ايه دي كده تاني مرة بضربه بقى ايه كويس وحبدأ اللي اصفيه وحاخد المياه بتاعته طبعا هنا وانا بصفيه حبدأ اللي انا زود بقى ايه مياه كده من الشفشة عشان اخد كل خلاصة اللي في اشر اللمون بعد كده حنبدأ نجهز بقى ايه ونشوف حنعمل اكوى صبون سائل الصبون دهوت حيكون متعدد الاستخدام زي بقمتلكوا في هول فيديو يعني الصبون دهوت حيكون ايه اه حينفع لغسل المواعين وازالة اصعب الدول من المواعين في سوالي اه كمان الصبون دهوت ينفع اللي انت تستخدمي كفانيش لازالة اصعب البقع من ملابس يعني لو في اي بقع على الملابس وحطيته منه شوية على البقع ويسبتها حبة فحيشلك البقع في سوالي ايه اه تستخدميه برضو اللي تحطي منه برضو في الغسالة اه تاخدي ملوة كوباية كده كبيرة وتحطيها في الغسالة مع الملابس حينظف لك الملابس وحيشلك اصعب الاوسخ والبقع من الملابس وكمان حيحافظ لك على الالوان لان احنا حطين فيه مية اللمون زي ما شوفنا واللمون بيحافظ على الالوان بتاعت الملابس ويخليها لونها ما يتغيرشي بعد كده وبالعكس بتطلع الالوان كده مزهزهة وبتكون بها نظيفة زي الفل كده انا صفيته وكده بقواية اشر اللمون حرميها ملاش اي لازمة فكده انا خدت الخلاصة اللي هي بتكون في اشر اللمون انا وازا ما تشايفيه لهوقت كده بقى ايه حنكمل مع بعض ونشوف بقى ايه كده انا جهزت اول خطوة دي مهمة جدا في عمال الصابون النهارت لان فيه ناس بيطلع عندها بواقي اشر يعني اشر اللمون بعد بقى بيعصوروا اشر اللمون يعني وكده ففيه ناس بترميه فانا مش برميه انا بستخدمه في المنظفات ببراهيب جدا هنا بقى عنحط يعني بتحطي بقى ايه اربع معالق من النشا او خبس بعالق لو عايزك قعوب بتاعه يكون تقيل يعني بتحطي خبس معالق ست معالق ف آآ كده يعني بعد كده بنقلب النشا اه كويس مع الميت اللمون نعم. وبجيب بقى كيس مسحول غسيل هو الاكسي. اللي هو الكيس بخمسة جليه. انا كنت جابه بخمسة جليه. ما عرفش سعره كام دلوقتي. اهو. زي ما انتم شايفين. يعني هو بيعملك حوالي تلاتة اربع كوباية او كده. زي ما انتم شايفين. من مسحول غسيل. بنبدأ نفضي كله. وحبنا لنا ايه قلبها. وحبنا بقى ايه لنا. هجيب نص كوباية ميض. وانتعنا هنحط بقى ايه معلقة كبيرة من الزهرة البيضة. اللي هي السوداء اش او كربوناتو السوديو. ما زي ما انتم شايفين. ما عندي كيش. انا على فكرة كنت عاملالها فيديو. عاملها السوداء اش جيات في فيديو الوحديها. زي ما نعملها في البيت بكل السلوة. كنت انا اول واحدة على اليوتيوب عاملها. لو انت ما عندي كيش بتجيبي بيكربوناتو السوديو. ما. وانت يعني نص كوباية من بيكربوناتو السوديو. وحطيها في مقلية. وتحطيها على البوتاجاز. وبتسيبها عشر دقايير. فبتتحول بعاكي اللي هي السوداء اش اللي هي الزهرة اللي ده. هنا انا حطيت مع نص كوباية مية. معلقة كبيرة من السوداء الكوية. اللي هو السوداء الكوية او البوتاس. لان السوداء الكوية غير البوتاس. يعني اي حاجة اللي بتوفر عدك. فبتبدأ لي تدوي بيها. بقى حبة مية. وبتنزل بيها على الصبو. زي ما بدتم شايفين. نعم. بنقلب بقى كده. اه. لحد الايه. اه. طبعا بنضيف المحلول للصوداء الكوية. وهو السوخن. عشان يسويلي النشا اللي انا حطيته. اه. فبنبدأ نقلب كويس لحد الخليط كده. بيتحول لجل. طبعا كنت بيستخدمه اربع معالق من النشا. فلو اه. يعني مش عايز زل هو بيبقى تقيل قوي يعني. اه. فانت لو عايز زل بيبقى تقيل خالص. فبتقطري في النشا. اه. بنقلب بقى كده. هو حيبقى فيه لزوجة. وحيبقى بنفس القوام اللي هو الصابون بتاع الشركات يعني. اه. اه. بس كده هوت. يعني. انا بقلب كده هوت. لحد ايه. بقى النشا. ايه. بتحول لجل كده. اه. بعد كده حنشوف هنعمل ايه. اه. اه. نهت بقى ايه في الخطوة دي كنت انا عاملة معاكم لسه قريق. با. اه. كنت عاملة اه. 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 صابون سائل يعني. وكنت بستخدمها جايبة كيلو صابون سائل من عند بتاع المنظفات عشان استفاد بالمواد الكيميائية اللي فيه. اه. وقلت لكم الصابون ده هوت ينفع اللي احنا بنجيب منه مرة واحدة بس. وبعد كده بنبدأ نستخدم من اللي احنا عاملينه. ده اللي انا كنت عامله معاكم. بفضي ملو الازازة. على الصابون اللي انا عملته معاكم دلوق اه. 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 عشان ده. اه. طبعا كنت الصابون السائل اللي انا كنت ضيفاه فيه. واللي كنت بستخدمه صابون نص صابونة بريحة. اه. اه. فطبعا ايه. اه. 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 وصابون بلدي مبشورة. فبيبق فيه اللي هي المواد الكيميائية. اه. فدلوقتي. احنا دلوقتي بنزود من جودة الصابون اللي انا ايه بعمله معاكم. ما في النظافة بقى. كده. زي ما انتوا شايفين. وشايفين المكونات متاحته رهيبة بصراحة. هنا بنقلب بقى. بنقلبه كويس. وزي ما انتوا شايفين القعوم بتاعه واللزوجة بتاحته. كمان لما يبرد ويهدى. فبيدي لك نفس القعوم بالزبط بتاع البرسيل الجل. اللي بيبقى في الاكياس. او الصابون السائل اللي هو بتاعي غسير الموعين. اللي بيكون في الازاية. زي. تقدر يبقى تلوني اي لون. انا ملونتوش اي لون خلته باللون بتاعه الطبيعي اللي هو طلع معايا. اه. زي ما انتوا شايفين. اللون بتاعه اللي هو اللون اللي اخدر الفاتح. اللي هو لون قلب الخ الصايا دوت. فجبت شوية مية. واخدت منه حبة صغيرين. وابدأ لنا ابرركم الرغوة. رغوته جميلة جدا. وزي ما انتوا شايفين المكونات متاحته رهيبة بصراح. اه. اكوة صابون سائل اللي عتعمليه. متعدد الاستخدام. شكرا حبابي ومشاهدة. السلام عليكم.